أنتل تعلم رسميا عن جيل الثامن من معالجات أنتل كور لحواسم المحمولة حيث أن الشركة أنتل رسميا على المجموعة الأولى من جيل الثامن من سلسلة معالجاتها أنتل كور وتتستدف المستخدمين الذين يفضلون إجراء المهام تحرير الفيديو وتشغيل تطبيقات الواقع الفسراغي على الحواسم المحمولة وقعت أملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية في بيان على الموقع الإلكتروني أن المعالجات الجديدة توفر أداء أفضل بالنسبة 40% مقارنة بالجيل السابع وكانت شركة أم أم دي مواطنة أنتل وأبرز منافسيها قالت حديثا أن معالجاتها للحواسب المكتبية حطمت لأرقام القياسية في السرعة ولكن تعتقد أنتل أن معالجها القادمة للحواسب المكتبية سوف تهزم نظيرتها من آي أم دي وتقدم المعالجات الجديدة أربعة أنوية وهي تنتاز بأنها تحسن من عمر البطارية إذ بإمكانها طالة عمر البطارية الحواسب والتي تشغل فيديو فائق بصد وضوح بالتقة 4K Ultra HD إلا ما يقارب من 10 ساعات للشحنة الواحدة فقط وإذا كان المستخدم يقوم بتحرير الصور فإن معالجات الجديدة سوف تسمع له بالقيام بذلك على نحو أسرع بنسبة 48% من مقارنة مع معالجات أنتل التي صدرت في العام الماضي ثم أنها تسمع بتحرير الفيديو أسرع بنحو 14.7 مرة ومقارنة بحاسب شخصي عمره خمسة سنوات إذن الفيديو تستغرق معالجته 45 دقيقة على الحواسب القديمة أصبح يعاجل الآن في خضون ثلاث دقائق فقط وتعتزم أنتل طرح الموجة الأولى من معالجات أنتل كور في جيلها الثامن في السوق في شهر أيلول سمتبر المقبل هذا سوف توفر الشركة أكثر من 145 نموذجاً من معالجات كور آي 5 و كور آي 7 وسوف يستمر أطلاق المعالجات الجديدة على مدى الأشهر المقبلة مع أطلاق أولى المعالجات سطح المكتب في فصل الخريف تليها المعالجات الموجهة للشركات ومجموعة واسعة من الخيارات الأخرى التي صممت خصيصاً لشرائه المختلفة ترجمة نانسي قنقر